مفهوم الكتلة ويستخدم لقياس كتل الأشياء الكبيرة جداً مثل حمولة طائرة وحمولة باخرة الكيلوغرام وتستخدم لقياس كتل الأشياء المتوسطة مثل كيس أرز، كيس سكر، وصندوق برتقال الكيلوغرام الكل لم نعرفها وهي الأكثر استخداماً من بين وحدات قياس الكتلة الكيلوغرام تستخدم لقياس كتل الأشياء الصغيرة مثل خاتم من الذهب، كرة تنس، قلم حبر، وكتلات تفاحة اليوم إن شاء الله رح نتعرف على العلاقة بين وحدات قياس الكتلة لنتأمل المدرج الآتي الذي يوضح وحدات قياس الكتلة لدينا الطن، الكيلوغرام، والغرام الطن يساوي ألف كيلوغرام، والكيلوغرام يساوي ألف غرام عندما نريد التحويل من وحدة قياس كبيرة إلى صغيرة نستخدم عملية الضرب والعكس نستخدم عملية القسمة وللتحويل من طن إلى كيلوغرامات نضرب في ألف والعكس نقسم على ألف لنتأمل الأمثلة الآتية لدينا ثلاثة طن نريد تحويلها إلى كيلوغرامات من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة نستخدم عملية الضرب ثلاثة ضرب ألف يساوي ثلاثة آلاف كيلوغرام لدينا عشرة طن نريد تحويلها أيضا إلى كيلوغرامات نضرب العشرة في ألف يساوي عشرة آلاف كيلوغرام خمس وخمسين طن ماذا تساوي بالكيلوغرامات أيضا؟ خمس وخمسين ضرب ألف يساوي خمسة وخمسون ألف كيلوغرام الآن لدينا ستة آلاف كيلوغرام نريد تحويلها إلى طن العملية الآن عكسية من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة نقسم هنا على ألف نختصر الأصفار كما تشاهدون فيكون الناتج ستة طن أي أن ستة آلاف كيلوغرام تساوي ستة طن لدينا مئة وسبعون ألف كيلوغرام نريد تحويلها إلى طن من كيلوغرام إلى طن أيضا العملية قسمة نقسم على ألف نختصر الأصفار فيكون الناتج مئة وسبعون طن أي أن مئة وسبعون ألف كيلوغرام تساوي مئة وسبعون طن أما للتحويل من كيلوغرام إلى غرام نضرب في ألف والعكس نقسم على ألف إملأ الفراغات الآتية بما يناسبها نريد تحويل ثمانية كيلوغرامات إلى أغرامات من كيلوغرام إلى غرام نضرب في ألف ثمانية ضرب ألف يساوي ثمانية آلاف غرام ثلاثة عشر كيلوغرام نريد تحويلها إلى غرامات أيضا نضرب في ألف فيكون الناتج ثلاثة عشر ألفا ثلاثة عشر ألف غرام إذن ثلاثة عشر كيلوغرام تساوي ثلاثة عشر ألف غرام لدينا اثنان وخمسة بالعشرة كيلوغرام نريد تحويلها إلى إغرامات نلاحظ هنا وجود الفاصلة العشرية نضرب في ألف كما لو كانت الفاصلة غير موجودة نان وخمسة من عشرة ضرب ألف نضرب متجاهلين الفاصلة العشرية ثم نضع الفاصلة العشرية بعد إيجاد الناتج هنا لدينا منزل عشرية واحدة نضع الفاصلة العشرية بعد منزلة من اليمين إلى اليسار نعود منزلة فتكون الفاصلة العشرية هنا فيكون الجواب ألفين وخمسمائة غرام إذن اثنان ونصف كيلوغرام تساوي ألفين وخمسمائة غرام لدينا خمس آلاف غرام نريد تحويلها إلى كيلوغرام العملية الآن عكسية لأننا نريد التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة هنا نقسم على ألف نختصر الأصفار كما رأينا سابقا وتعلمنا سابقا أيضا يكون الجواب خمسة كيلوغرام لدينا ألف وستمائة غرام نريد تحويلها إلى كيلوغرامات نقسم على ألف ثم نختصر الأصفار بهذا الشكل فيكون الناتج ستة عشر على عشرة نكتبها بصورة عشرية لأن المقام هنا عشرة فيكون الناتج واحد وستة من عشرة كيلوغرام الفاصلة توضع بين الواحد والستة لدينا سبعون ألف غرام نريد تحويلها أيضا إلى كيلوغرامات من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة أيضا نقسم على ألف نختصر الأصفار فيكون الناتج سبعون كيلوغرام إذن سبعين ألف غرام تساوي سبعين كيلوغرام لدينا السؤال ضع إشارة أكبر من أصغر من أو يساوي في الفراغ لتصبح على عبارة صحيحة أو التذكيركم أنه عند المقارنة بين وحدات القياس المختلفة يجب أن تكون وحدات القياس متساوية في النوع حتى تسوى العملية المقارنة لدينا ثلاثة كيلوغرام نريد مقارنتها مع ثلاثمائة غرام غرامات إما أن نحول الغرامات إلى كيلوغرامات أو العكس أنا أريد أن أحول من كيلوغرام إلى غرام بالضرب في ألف فيكون الناتج ثلاثة آلاف غرام نقارنها مع ثلاثمائة غرام الثلاثمائة تتكون من ثلاثة منازل بينما الثلاثة آلاف تتكون من أربعة منازل إذن ثلاثمائة غرام أقل من ثلاثة آلاف غرام أي أن ثلاثمائة غرام أقل من ثلاثة كيلوغرام لدينا اثنان طن نريد مقارنتها مع الفين كيلوغرام نحول من طن إلى كيلوغرام لتكون وحدات القياس متساوية نضرب في ألف فيكون الناتج ألفين كيلوغرام ألفين كيلوغرام تساوي ألفين كيلوغرام أي أن ألفين كيلوغرام تساوي اثنين طن الإشارة هنا المساوى لدينا أربعة كيلوغرام نريد مقارنتها مع أربعمائة وأربعين غرام نحول من كيلوغرامات إلى غرامات بالضرب في ألف أيضا لأن الكيلوغرام الواحد يساوي ألف غرام الناتج أربعة آلاف غرام أيضا هنا ثلاثة منازل في الأربعمائة وأربين بينما في الأربعة آلاف غرام يوجد أربعة منازل أربعمائة وأربين غرام أقل من أربعة آلاف غرام أي أن 440 غرام أقل من 4 كيلوغرام والآن لدينا السؤال رتب ما يلي تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر لدينا 4200 كيلوغرام 3 طن و8000 كيلوغرام حتى تسهل المقارنة يجب أن تكون وحدات القياس هنا متساوية كيلوغرام لدينا ولدينا طن ولدينا هنا كيلوغرام أريد تحويل 3 طن إلى كيلوغرام من خلال الضرب ونحول إلى كيلوغرامات من خلال الضرب في ألف نضرب 3 طن في ألف فيكون الناتج 3000 كيلوغرام جميعها الآن أصبحت بالكيلوغرام لدينا 4200 كيلوغرام ولدينا 3000 كيلوغرام ولدينا أيضاً 8000 كيلوغرام الآن أصبح سهلاً علينا أن نرتبها تصعدياً جميعها تتكون من أربعة منازل نقارن من اليسار إلى اليمين منزلة منزلة لأنها جميعها تتكون من أربعة منازل أربعة، ثلاثة، ثمانية الثلاثة أقل من الأربعة والثمانية إذن 3000 كيلوغرام يكون ترتيبها الأول في الترتيب التصعدي ثم يليها الأربعة لأنها أقل من الثمانية تكون 4200 كيلوغرام أقل من 8000 كيلوغرام 8000 كيلوغرام تكون هي الأكبر فيما بينها إذن الترتيب التصعدي كما يلي 3000 كيلوغرام والتي تمثل ثلاثة من أصل السؤال يليها 4200 كيلوغرام يليها 8000 كيلوغرام وهي الأكبر وهي الأكبر بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم يعطيكم ألف عافية نتمنى تكونوا استفدتوا ترجمة نانسي قنقر